أهلا بكم من جديد أشهد زعماء إسرائيليون من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تانيهو بتواعد رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه ستكون هناك مشكلة خطيرة في الشرق الأوسط ما لم يتم إطلاق صراح رهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في العشرين من يناير المقبل وفي منشور على موقع تروث سوشيل قال ترامب أنه يجب إطلاق صراح الرهائن بحلول موعد تأديته لليمين الدستورية وإذا لم يتم تلبيته هذا المطلب توعد ترامب المسؤولين بدربات أشهد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل موسيقى موسيقى للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن العاصمة المستشار السياسي جمهوري سوهيل خان أهلا بك سيد خان على أهواء الحرة يعني إذا بدأنا بالحديث عن خيارات رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في هذه المرحلة لترجمة هذه التهديدات في حال عدم إطلاق صراح الرهائن ما هي الخيارات والبدائل؟ أولا نحن نعرف من الحملة الانتخابية أن الرئيس ترامب كان جسورا في الحديث عن رغبته في إنهاء النزاع وقال مرارا وتكرارا إنه يريد إعادة الرهائن والبدء في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الواقع عندما التقى الرئاساء بايدن وترامب كان هذا أحد أهم المواضيع التي ناقشاها وأيضا مستشار الأمن القومي جيك سوليفن ومستشار الأمن القومي القادم مايك وولز ناقش أيضا موضوع وقف إطلاق النار وعودة الرهائن والبدء في التحرك باتجاه نوع من المفاوضات لحل النزاع الأكبر بين الإسرائيليين والفلسطينيين الرئيس المنتخب ترامب ينظر إلى الموضوع بجدية أيضا هو يريد وقف لإطلاق النار ووقف للعنف في غزة وعودة الرهائن الإسرائيليين إلى إسرائيل طيب كل هذه المناقشات إلى ما تترجم يعني دعنا نذهب في السيناريو الأسوأ الذي تحدث عنه ترامب أصبحت الإدارة الأمريكية جديدة سارية أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس اليمين الدستورية فلم يتم إطلاق صراح الرهائن ما الذي ينتوي أن يفعله في هذه المرحلة ولا ننسى هنا أن ترامب كان قد تحدث مسبقا عن عدم رغبته في جعل أمريكا هي الشرطية العالم هذا صحيح الرئيس المنتخب ترامب قال مرارا وتكرارا أنه سيعمل جاهدا لي الوصول إلى وقف لإطلاق النار الشيء المختلف هذه المرة أنه هو ستكون لديه مصداقية أكبر لدى مثلا رئيس الوزراء نتنياهو نعرف أن العلاقة بين جو بايدن ونتنياهو علاقة متوترة وحسب كتاب باب ويدورد نعرف أن الرئيس بايدن انتقد كثيرا بنتنياهو وبالتالي العلاقة ليست جيدة كما ينبغي والآن سنبدأ بداية جديدة بين الرئيس المنتخب ترامب ونتنياهو قبل البداية الجديدة هل كان دعم الذي يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل كافيا أم أن هناك حالة من حالة القصور لا يوجد أي شك في أن الرئيس ترامب ستكون لديه علاقة قوية مع نتنياهو وقد كان مواليا لإسرائيل في الولاية الأولى هذه الإدارة ستعطيه مصداقية للدفع باتجاه وقف الإطلاق النار والفلسطينيون سيستمرون في الحصول على المساعدات الإنسانية وعودة الرهائن إلى إسرائيل هذا هو أفضل سيناريو على المدى القصير وكما سمعنا بالفعل الرئيس ترامب بالتأكيد يريد أن يصل إلى شيء على المدى الطويل وهو صفقة سلام طيب يعني سيد خان ما زلت لم ترد على سؤالي بعد هل ما تتحدث عنه الآن أو ما تتحدث أنت عنه في هذه اللحظات هو يتحدث عن إدارة ترامب أنا أتحدث هنا عن إدارة بايدن هل كان هناك أي نوع من أنواع القصور في دعم إدارة بايدن لإسرائيل؟ لا يوجد أي قصور في الواقع جو بايدن كان قويا في دعمه لإسرائيل ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية خاصة رئيس الوزراء نتنياهو لا يستمعون إلى جو بايدن ولا يعيرون انتباها لدعواته الخاصة بوقف اطلاق النار هذا ليس في الأسابيع الماضية وإنما في الأشهر الماضية وأيضا كنا نسمع أن بايدن كان محبطا والعلاقة بين الرئيس بايدن ونتنياهو كانت علاقة متوترة وهذا مرة أخرى لأنه لا يبدو أن نتنياهو ورغم دعم بايدن القوي لإسرائيل ليس فقط كرئيس وإنما خلال ثلاثين سنة في مجلس الشيوخ ولكن هذا لم يؤثر كثيرا على نتنياهو ويجعله يتفق مع بايدن عندما يتعلق الأمر بإنهاء العنف ووقف اطلاق النار حينما تحدث أنت منذ لحظات سيد خان ربما عن السبل أو عن الطرق التي يملكها الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط تحدث عن نقطتين الأولى هي تأمين إسرائيل وهي دعم إسرائيل بشكل كامل والأخرى كانت تتلخص في حصول الفلسطينيين على المساعدات الغذائية أو المساعدات الإنسانية هل هذا هو أقصى طموح يمكن أن يمنح للفلسطينيين في المرحلة المقبلة؟ وأتحدث هنا عن المدنيين فقط لا أتحدث عن من ينتمي إلى حماس أعتقد أن الأداء الإضافية الأخرى المتوفرة للرئيس ترامب هي العمل مع الشركاء العرب في المنطقة وهو يستطيع أن يكون هناك حل طويل الأمد مثل إنهاء الاحتلال هذا شيء الرؤساء السابقون حاولوه منذ عهد الرئيس كلينتون ولكن لأسباب مختلفة لم يحالفهم النجاح وأعرف أن الرئيس ترامب يعمل بدعم من جارات عربيات ما فيها مصر والسعودية ودول أخرى يودون كلهم أن يصلوا إلى اتفاق نهائي في نفس الوقت أمامه أربع سنوات ويمكن أن يبدأ بعد وقف اطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء العنف الحالي رئيس ترامب يمكن أن يوفر للإسرائيليين والفلسطينيين فرصة لسلام دائم بدعم وضمانات من الولايات المتحدة وهذا حافز للطرفين لحل هذا النزاع الطويل شكرا لك ضعيفي من واشنطن العاصمة المستشار السياسي الجمهوري سهيل خان كنت معنا مباشرة ومن واشنطن إلى ماشغان حيث أرحب الآن بضيف الأستاذ في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة هاورد دكتور رافي باري أهلا بك دكتور رافي يعني مبدئيا أو أولا هنا في هذه النقطة ما هي الأليات؟ ما هي الأوراق التي يملكها دونالد ترامب في هذه المرحلة لكي يترجم هذه التهديدات على أرض الواقع هو تحدث عن توعر للمسؤولين بضربات أشد من أي الضربات طلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحافل بكلماته نعم دونالد ترامب هو إنسان يجب أن نصدقه عندما يتعلق الأمر بتصريحات العنف والانتقام وتصريحات الدفاع عن معتقداته لقد كان منساجما مع نفسه عندما يتعلق الأمر باستخدام قوة وصلاحيات الرئيس شيطنة البعض والسمو بأولئك الذين يتفقون معه وعقلية نحن ضدهم واقترح وعلينا أن نأخذ هذه التهديدات بجدية أنت تحدث من منحا آخر غير الذي أود أن أتطرق إليه أنا في هذه النقطة أود أن أتحدث عن تصريحات ترامب حينما قال أو حينما توعد المسؤولين بضربات شديدة أضاها هنا أمام تصريحات أخرى لدونالد ترامب سابقة تحدث فيها عن عدم رغبته في هجاعة لأمريكا هي الشرطي العالم بوضوح هل تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية لصراع مباشر على الأرض هو يعتقد مثل الكثير من الأمريكيين وفلسفة أمريكا أولا يؤمن بفكرة أن ما يخدم مصالح أمريكا بغض النظر عن كيفية تعريفهم للمصالح هذه لها أولوية من ناحية الميزانية ومن ناحية أيضا منصبه كرئيس أو كقائد لما يسمى بالعالم الحر أغنى وأقوى الدول في العالم وهو رئيس أو يترأس اجتماعات قمم المجموعة السبعة والعشرين والنيتو وسيستخدم صلاحياته وسلطاته وهذا شيء نتوقعه وذلك من أجل إعطاء أولوية للمصالح الأمريكية ولتعطيل الحالة الإدارية بمعنى الانسجام الذي ساد العالم بعد الحرب العالمية الثانية ويبدو أن له تقدير بسيط أو قليل وهناك مجهوداته المستمرة في التدخل وانتقد أداء الرئيس بايدن وإدارته في غزة وأيضا الهدنة بين إسرائيل وحزب الله بالحديث عن الفترة الحالية وهي الفترة التي يحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الحالي جو بايدن هل من فرصة للتوصل إلى اتفاق بهذه الأسبوع القليلة المقبلة هل هناك بالفعل محدثات تجري في هذه الأوقات في القاهرة بشأن التوصل لاتفاق في قطاع غزة أمل ذلك لقد رأينا الرئيس ترامب يؤكد في الأخبار هذا الأسبوع أنه يريد أن يرى اتفاقا قبل أن يستلم منصبه أيضا إدارة بايدن الآن هي المسؤولة وهي تريد وقف لإطلاق النار الآن وأعتقد أن حزب الله واتفاق وقف إطلاق النار مستمر وهذه علامة جيدة حماس أيضا ربما تكون مستعدة إلى جانب دولة إسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار حتى نستطيع بالطبع ضمان بقاء أولئك الموجودين في غزة وهي أراضي محتلة لسنوات طويلة بدون فرص الوصول إلى الأساسيات مثل الكهرباء والطعام والملجأ هذا ما نتحدث عنه سريعا سيد باري هل تملك إدارة ترامب أوراق ربما تفاوض أو ضغط أو مقاربة مع دول الجوار مع دول في منطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تحلح الأزمة الرهائن أوراق مختلفة عن تلك التي يملكها بايدن إلى حد ما نعم أعتقد أن إدارة ترامب لها علاقات حميمة مع السعودية أيضا إدارة بايدن هي حليف أساسي للسعودية ولكن بالإضافة إلى الأردن كان هناك اتفاقيات وأعتقد أن ترامب سيجلب إلى الطاولة علاقات أقوى مع السعودية ربما في الواقع تشجع اتفاقيات ثنائية مع مصر تؤدي إلى مساعدة دولة إسرائيل في قبول بعض الشروط التي تسمح وتؤدي إلى انسحابها شكرا لك ضعيفي من ما شقنا الأستاذ في قسم الاقتصاد والعلوم السياسي في جمعات هاورد روفي باري كنت معنا مباشرة على هواء الحرة ترجمة نانسي قنقر